تعالوا مع بعض نروح على إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر عسى إحنا بس مختصين بالإعراب آه لما نحكي عن إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر يعني إحنا بنحكي أستاذي شوف نحكي عن صوب الخطأ ممكن كمان أضبط آه يعني الإعراب أستاذي ممكن يقول لي أضبط تمام وممكن يقول لي شو صوب يرضى عليكم يا جماعة ضرورة جدا نكون إحنا مركزين كمان في أسئلة هذه القواعد وزي ما اتفقنا في نهاية الشرح إن شاء الله بإذن الله عز وجل بنلم كل القواعد على نصوص استخراج وعلى كيفية مجيء الأسئلة عليها إن شاء الله بإذن الله عز وجل ضي يا جماعة فعل مضارع يعني فعل يعني أنت بتحكي يعني هو حصل في الزمن الحاضر أو المستقبل من الزمن حسنا الفعل مضارع يا جماعة لما أقول معتل الآخر إذن أنا خصصت جهة معينة وشكل معين من الفعل المضارع لما أقول معتل الآخر يرضى عليكم ركزه آخر يا جماعة آآ 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 ضروري جدا أعرف أنه إعراب الفعل ممكن يكون مرفوع يعني الفعل ممكن يكون مرفوع حلو أو منصوب مش مجرور مجزوم حلو طيب أنا الآن كيف بدي أفرق يا طارق أنه هذا الفعل المضارع المعتل الآخر هل هو مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم آآ ضروري جدا الآن نفكر الكثير أنا بحكي لطلابي يا جماعة اللغة العربية اللغة العربية لازم أنا شوف أكون متأمل بالنص القواعد يا جماعة لازم أكون متأمل في اللغة يعني لازم أستاذي أفكر يعني لازم أستاذي أشغل مخي مش أستاذي الموضوع مش بصم إطلاقا مش بصم موضوع فهم تمام تمام هاي لغة يا ناس يا عالم يا هو تمام تمام طيب متى يكون مرفوع الجواب سهل إذا لم يسبق بحرف ناصب أو حرف جازم أنا رح حكي لكم شغلة صراحة إذا ما كنت حافظ حروف الناصب أو حروف الجزم رح يكون في عندك مشكلة طبعا حفظهم سهل أن أن طارق إحنا أخذنا في قاعدة سلوب الشرط إن لا هاي 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 أداة شرط حرف شرط جازم لكن أنا بحكي عن أن 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 شايفين وين الهمزة آه فوق الألف حلو الكلام طيب أن لن كي حتى لامد تعلل وفاق السببية طيب الآن انت ركز لي على أن ولن حلو الآن ضروري جدا أعرف أنه أن ولن حروف نصب حروف شو نصب طيب الآن متى يكون الفعل مضارع مرفوع إذا لم يسبق بأحد حروف إيش النصب طيب شو يعني يسبق يعني هاي فعل مضارع مرتل آخر ما في قبله بالظبط حرف شو نصب طبعا أكيد أستاذي عرف شو حروف النصب طيب إذا كان أستاذي كمان في عندي إيش حروف جزم لما لا الناهية ولام الأمر طبعا الله سنفرق بينها وبين إيش لا الناهية بينها وبين إيش اسمه لا النافية هذا إن شاء الله بإذن الله عز وجل في نهاية شرحنا للفعل المضارع مرتل الآخر حسنا شوفوا علي إذا شوف هذا الإعراب ثابت هذا الإعراب ثابت آآ طارق بيقول إذا بدك شوف شوفها إذا طلبك إعراب فعل مضارع مرتل الآخر حلو إلا أنا أطول بتطلع قبلي قبلي بالظبط قبلي مش بعدي آآ دربانك آآ طيب إلا قبلي آآ ما في حرف نصب تمام ولا في حرف جزم على طول على طول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعي الضمة ولكن نقول المقدرة إيش�� المقدرة يعني الألف بتعتذر منك وبتقول لك والله أنا ما بشيل حركات ما بشيل حركات والياء والله بتعتذر منك وبتقول لك ما بشيل شو حركات ماش حلو يسعى المسلم وليعمل الخير هي يسعى في قبلي حرف نصب لا يا طارق في قبلي حرف جزم لا يا طارق اعرف فعل مضارع مرفوع العلامة رفعي الضمة المقدرة شكرا شكرا مقدرة يعني إيش آه يعني ما بتظهر على الألف طيب يا طارق الآن لو كان آخره يا أو واو نفس الإشي خلص الفعل المضارع المعتل الآخر إذا ما كان قبله حرف نصب أو حرف جزب من اللي حكينا عنهم آه على طول بقول فعل مضارع مرفع يا جماعة وعلامة رفعه الضم المقدرة يعني يبتغي الطالب النجاح يبتغي يرجو الطالب النجاح يدعو المسلم ربه على طول هذا أفعال مضارع معتل الآخر شو يعني معتلة الآخر يعني آخرها حرف علا يا طارق حلو يا جماعة ما في قبلها نصب ما في قبلها جزم حلو على طول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة طيب يا طارق افرض الفعل المضارع المعتل الآخر سبقة 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 بأداة نصب أو بحرف نصب تمام نعرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة آه ننصبه بالفتحة آه علامة الرفع ضم علامة النصب فتحة ممتاز الآن طيب شو علامات الجزم حس علامات الجزم ثلاث بس اللي بلزمنا بالفعل المضارع معتل الآخر بس علامة وحدة تمام علامات النصب إما بالسكون إذا آخر الفعل حرف صحيح إما بحذف حرف العلة إذا آخر حرف علة زي ما هو بالفعل هنا تمام أو بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة يفعلون لو مثلا تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين هاي الأفعال الخمسة الآن هذا بذكرك أنا بإيش؟ بذكرك بأسلوب الشرط هذا بلزمنا وين بأسلوب الشرط لكن بالفعل المضارع المعتل الآخر يا طلاب ضروري جدا أعرف إنه ما بلزمني بالجزم إلا اللي هو حذف حرف العلة طبعا إذا آخر يا بحذفها بحط كسرة إذا آخر واو بحذفها بحط ضمة إذا آخر ألف بنوعيها بحذفها وبحط شو فتحة حلو طيب لأن نرجع لموضوع كيف يكون الفعل المضارع منصوب معتل الآخر منصوب حلو إذا سبق بأداة نصب حلو شو بنعرفه يا طارق هايو ثابت هايو ثابت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبي الفتحة علامة نصبي شو الفتحة طب إذا آخر ألف آه ما تقول مقدر ركزها ركز ما تقول والله نفس اللي عراب هذا بقول مقدرة دايما لا فيه حالة خاصة هاي هي الحالة الخاصة طيب إذا كان آخر ألف بتقول مقدرة طب إذا آخر واوية يا جماعة الفعل المضارع المعتل الآخر إذا سبق بأداة نصب حلو وكان آخر ألف سبق بأداة نصب وكان آخر ألف بتقوله مقدر يعني ما تظهر الحركة طب إذا فعل مضارع معتل الآخر مسبوق بأداة نصب وآخر الفعل هذا المعتل الآخر حرف علا واو أو يا آه تكون الفتحة ظاهرة تكون الفتحة ظاهرة يعني الواو فتحة ظاهرة وليأ فتحة ظاهرة متى؟ إذا سبق بأداة نصب يا عيني أحب أن أرى أي طارق هاي ألف فبتكون ما بتظهر عليها بتكون مقدرة ما تظهر إذا عكس مقدرة ظاهرة تمام طب لن نشكو إلا لله لن نشكو آه طارق هون أداة نصب حلو واتطلعت عن نشكو هذا فعل مضارع يا طارق معتل الآخر آه آخر واو يا طارق آه الفتحة ظاهرة تمام يلا خلنعرف نشكو فعل مضارع منصوب وعلى ما تصبح الفتحة شو؟ الظاهرة إبداع إبداع طيب إفرض قال لي مثلا مثلا الآن لن نشكو وقال لي اضبط مثلا حركة هاي بحط فتحة خلاص يعني خلاصة الموضوع فعل مضارع هاي حالة خاصة الفعل المضارع المعتل الآخر مسبوق بأداة نصب مسبوق بأداة نصب آه لن كي حلو الآن أستاذي آخره حرف علا واو أو يا الفتحة بتكون ظاهرة تمام تمام طيب متى بيكون يا طارق مجزوم إذا سبق بأداة جسم زي لم لما لا ناهية حلو لام الأمر حلو الآن ضروري جدا أستاذي أمثلت الكتاب ما تترك مثال ما تترك مثال من الدوسية إلا نحلها تمام تمام يلا الآن شوفوا هان تأخر الوقت ولما يأتي لما يعني زي لم يأتي حلو لما يأتي آه يأتي شو كانت كانت يأتي هيك آه في هياء حدفنا لي وحطينا شو كسرة آه هذا بيجي واحد يقول لي هذا يا أستاذ فعل مضارع مجرور لا يا جماعة شو اللي مجرور ما في مجرور بالأفعال هذا فعل مضارع أستاذي مجزوم مجزوم إذن أنا لما يجيني فعل مضارع موتى لآخر فتطلع قبله بالضبط الآن ما في أداة نصب ولا في أداة جسم بفهم أنه مرفوع طيب في أداة نصب آه بفهم أنه إيش منصوب في قبله أداة جسم بفهم أنه إيش مجزوم بحذف حرف العل تمام طيب يا طارق لا ترضى لا ترضى بالإهانة آه هاي لا الناهية لا الناهية اللي هي تطلبك تمنعك من قيام بإيشي يعني زيما تقول لا ترضى بالإهانة هي ترضى كانت هيك آه يا طارق حذفوا الألف وحاط إيش فتحة يجي تقولوا شو عراب هاي بقول لك فعل مضارع منصوب طب ليش منصوب هو مسبوق بأداة نصب لا والله مش مسبوق بأداة نصب بس أنا هيك إجاب بالي ما يزبطي يجي بالك لازم تركزه هانة لانهية حلو فلذلك شو سويت أنا حطيت هانة إيش مجموعة إيش أمثلة يلا قل بسم الله الآن ضروري جدا نكون مركزين مليون وثقتي فيكم عالية أكيد طارق هاي فعل مضارع معتل لآخر آه هل مسبوق بأداة نصب لا مسبوق بأداة جزم لا طب شو بعربه بعربه فعل مضارع حلو مرفوع وعلامته رفعه الضم طيب تعالها يرجو هل مسبوق بأداة نصب لا أداة جزم لا شو تعربه نفس العراب تمام بس بقول له مقدر يا طارق صح آه مقدر ما هي المقدر تمام حلو طيب يا طارق تعال هان هيا ابني حلو طلع قبليها آه طارق ما فيه قبله لا نصب ولا جزم لا أن ولا لن ولا كي ولا حتى ولام التعليل هاي أدوات النصب ولا في عندي مثلا لان ناهية لم حلو لما لام الأمر ما فيه مش موجود خلاص هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر لوز بتقول لي لوز طب شوفوها هذا فعل مبارع ايش يا طارق آه والله هذا يا طارق هذا معتل الآخر حلو يلا نعربه آه قبل نعربه نتطلع حان شوفي والله فيه لن يا طارق ولن أداة نصب يلا تفضل اعرب آه فعل هذا الفعل شو ماله مبارع حلو مبارع شو ماله منصوب ليش قلت منصوب إذا مسبوق بأداة نصب حلو وعلامته تمام نصبه أكيد يا طارق بدي أقول له شو الفتحة بس انت قلتني يا طارق مسبوق بأداة نصب وآخر ألف الآن بقول له يا أستاذي المقدرة شو يعني المقدرة آه يعني لا تظهر أستاذي إيش الحركة على الألف ممتاز الفتحة لا تظهر على الألف طيب تعالوا شوفوا هاي يرجو حلو هذا فعل مضارع معتل آخر في فتحة آه لأنه مسبوق بأداة نصب وآخر فعل مضارع معتل آخر آخر واو قامت تكون الفتحة ظاهرة ممتاز هيا بني حلو فعل مضارع تمام معتل الآخر تمام مسبوق بأداة نصب إذا بتكون فتحة شو ما لها ظاهرة لأنه آخر يا آه لآخر ألف لا تظهر الحركة طب خلنا نعرف هذول نعرف فعل مضارع حلو منصوب أكيد منصوب وعلامة نصبه ايش يا طارق الفتحة آه أي فتحة هالظاهرة ممتاز ظاهرة يعني تظهر تمام شوفوا هان لا يسعى المعلم أو لا يرجو أو لم يرجو لم يبني سهلة طارق هسا في عندي يسعى وقبلية حرف جسم ويرجو وقبلية حرف جسم وهي يبني وقبلية حرف جسم يا بني إزاي إنت حتحلها دي شوف ركز معي شوي ركز 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 ما ليهو عشان تعرف إنه إحنا قاعدين الآن بنثبت الحمد لله وبنقول لكم كيف إحنا نشرح القواعد كيف إحنا نمشي بالقواعد لا بصير أستاذي أمسك القاعدة أصير أحفظ حفظ لا ده أفهمها حلو أشياء الحفظ زي أدوات النوصب أدوات الجسم أو يرضى عليكم تم تمام طيب يا طارق هاي شو كانت زمان هاي كانت هيك طيب وين ألف آه حذفناها شو صارت آه حوضنا عنها بفتحة تمام شو عرابه هاض هاضه عرابه ثابت فعل مضارع متزوم علامة جسمي حذف حرف العلة بس يا طارق بس هاض نفس ليشي فعل مضارع متزوم علامة جسمي حذف حرف العلة ممتاز وهاضي يا طارق هاض فعل مضارع متزوم علامة جسمي حذف حرف العلة طيب يرجو شو كانت كانت هيك يرجو شو اللي حذف الواو آه فيه أداة جسم ويرجو والضمها هاي عوض عن مين عن الواو المحذوفة طيب يبني هاي آه هاي كانت هيك يبني آه وين لي آه حذف حرف العلة حطينا مكانها شو كسرة لأنه المسبوق بأدوات جسم بس هيك يا طارق بس الله يرضى عليكم نركز مليون يا جماعة بالموضوع ونعرف أنه مدام طالب نعراب يعني فيه صوب فيه مثلا أستاذي السبب تعليل تعليل فيه سبب آه فيه سبب يعني ممكن يقول لي علل آه شو يعلل علل سبب حذف حرف العلة والله فعل مضارع معتل آخر مسبوق بأدات جسم آه يعني علل شو السبب آه تعال فعل مضارع حلو معتل الآخر تمام مسبوق بأدات جسم يحذف حرف العلة من آخر صح صح شو سبب حذف حرف العلة سبب حذف حرف العلة هنا فعل مضارع مجزوم حلو تمام مسبوق بأدات جسم إذن يحذف حرف العلة من آخر وإيه شو أستاذي لأنه مسبوق بأدات جسم ممتاز إبداع يرضى عليكم نركز مليون وهذا اللي احنا اللي بدنا يلا نروح كمان على قاعدة جديدة جاهزين آه جاهزين وهنا في عندنا حالة خاصة صراحة اللي هي شوفوا ركزوا عليها أجهة وزاري علينا أن نحترم الآخرين شوف أنا دائما بقول لكم الفعل المضارع مجزوم آه بيكون منصوب أو مجزوم أو مرفوع حسب اللي قبله بالظبط صح حلو لكن هنا يا جماعة في حالة خاصة إذا سبق الفعل المضارع حلو المعتل الآخر بحرف عطف هذا حرف شو عطف ضروري جدا أعرف وين المعطوف عليه آه هذا بيكون فعل معطوف بس معطوف عمين معطوف على نحترم آه يعني هذا اسمه معطوف عليه معطوف شو عليه تمام تمام وهذا بدي يكون اللي هو فعل معطوف طيب يا طري شو القصة بصراح هذا بأخذ حركة هذا آه طب مش مبين هنا في حرف نصب أو جزم آه آه مش مبين أنا فكرت فعل المضارع مرفوع لا أدير بالك لما نطلح حان نعرف إنه هذا حرف نصب فلذلك أستاذي يكون وندعو حاله فعل معطوف منصوب تمام آه هيا دير بالك منها متى أستاذي بنتبه لها إذا كان في حرف عطف قبل الفعل قبل إيش الفعل ضروري جدا طبعا علامة نصبه بهذا الشكل وعلامة نصبه الفتحة أكيد لأنه آخر واو وفي حرف نصب هناك شايفينه هذا هاي الواو اللي خلت هذا يأخذ حركتها فبيكون نصبه الفتحة الظاهرة بهذا الشكل هاي حالة خاص كمان احنا في عندنا الطلاب ما بعرف يفرقوا بين لا الناهية ولا ايش النافية وانا بصراحة خايف انه مثلا يجيبيننا مثلا لا حلو بس بتكون نافية وانت تفكرها ناهية لا الناهية بتكون جازة ما بعرف لكن النافية النافية لا تؤثر ويبقى الفعل مرفوع حلو لا الناهية كيف دعرفها تأتي بصيغة الامر يعني بصيغة طلب شوف لا ترمي لا ترمي حلو او بتوجه الكلام لا مثلا واحد غائب شو بتقول قل لي محمد لا يسعى قل لي محمد لا يرمي امرت صح صح فهذا بيكون فعل مضارع مجزوم علامة جزم يحذف حرف العلة لانه هاي لا ناهية بينما هان لا يرمي محمد ممتاز انت بتحكي عن لا نافية هاي لا نافية الفعل المضارع موتل الاخر بدي يكون فعل مضارع ايش ما لو يطاري امر فوع تمام وعلامة رفعه الضمة المقدرة الضمة شو المقدرة حبيت انويع هاي الشغلة وضروري جدا كون ايش فهمينها مليون تمام يا جماعة تمام يلا نروح الساعة على قاعدة جديدة يلا نقول بسم الله القاعدة هاي اللي هي قاعدة مين النداء خليناها آخر قاعدة وين بالفصل الاول لكن يا جماعة الآن ضروري جدا اكون فاهم كيف بدي اشتغل خلص انا فاهم كيف بدي اشتغل مع طاري شوف 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 شو بدي احكي لكم سيبوكوا لا تقرؤوها من هان تمام خلص تركوه لي اياهون انا محضلكوا اشي رائع جدا بيخليكم ان شاء الله بإذن الله عز وجل تلقطوا هاي القاعدة بشكل ان شاء الله مرتب بسم الله شوفوها هس المنادة المنادة انا بعرف المنادة من خلال انه مخاطب يعني انا قاعد بنادي على شيء اذا هذا مخاطب حلو هس المنادة في منه معرب وفي منه مبني حلو المعرب ثلاث انواع اما مضاف او شبيه بالمضاف حلو او بيكون النكرة وهاي النكرة غير مقصودة صح هذا اسم الحكم شو اسمه هذا بنسميه حكم طب هذو شو بنسميه هذو بنسميه انواع حلو تمام هذا اسمه حكم وهذا اسمه شو هذول اسمين انواع طبع الانواع هاي كلها بتنتمي للحكم اللي هو حكم المعرب حلو بتطلع حين عشان بكون انتوا بالصورة السريعة اه وين المنادة صادق وين المنادة صادقا وين المنادة صادقا كيف بدأ فرق بينهن هذا كله معرب مدام المنادة منصوب فعلم علم اليقين انه ايش معرب اه منصوب يا بالفتحة يا بتنوين الفتح يا بالكسرة اذا كان جمع مؤنث سالم اه بالكسرة زي بنحكي مثلا يا معلماتي يا معلماتي حلو اللغة العربية حلو هذا الكسرة بتكون علامة ايش هاي علامة نصيب لمين لجمع المؤنث السالم وهاي حالة خاصة تبهولها جدا حلو طيب نرجحها حلو انا لقى كيف بدأ فرق بثلاث جمل ثلاث جمل بس بين انواع المنادة اللي حكم معرب يعني كيف بدأ عرف وين المضاف او الشبيه بالمضاف او النكرة غير مقصودة شوفوا علي ورقزوا معي مليون وشوفوا ما اسهل حلو يجينا على الجملة الاولى مدام المنادة عليه فتحة خلص هذا مضاف ماشي تمام التمام حلو اذا المنادة عليه تنوين نصب تنوين فتح اذا المنادة عليه تنوين نصب فتح دير بالك وركزه اذا في كلمة وراه تممت معنى وغالبا بتكون هاي اسم اه على طول بقول له هذا شبيه بالمضاف حلو اذا قاعدين نفرق بين انواع المنادة المعرب حلو اذا كان عليه فتحة مضاف معرب مضاف طيب اذا كان عليه تنوين فتح بدي احتار شوي ممكن يكون شبيه بالمضاف وممكن يكون نكرة غير مقصودة طيب ممكن يكون تنوين فتح وبيكون مضاف مستحيل المضاف لا ينون لا ينون شوف المضاف شو ما يا جماع يرضى عليكم المضاف لا ينون المضاف لا ينون حلو فانا اذا شفت منادة علي تنوين فتح مستحيل يكون مضاف تمام تمام هو بيكون معرب، آه، بس مش مضاف، تمام، اتمام، طب شوفوها، إذا كان عليه التنوين، بفكر بالشبيه بالمضاف، ونكره غير مقصودة، طب كيف بدأ فرق بينهم؟ بطلح حال، يا صادقاً الوعدة، آه والله، يا أخي هو بيّن لي هو بإيش صادق، صادقاً الوعدة، آه فهمت عليك، إذن هنا الوعدة هي تممت معنا صادقاً، فعلى طول بفهم إنه هذا شبيه بشو؟ بالمضاف، لكن لو اطلعنا على الجملة الأخيرة يا طارق، يا صادقاً، يا صادقاً، لك احترامي، هل أنا جاء بعد كلمة صادقاً، اللي هي عليه التنوين فتح، جاء بعدها كلمة بيّنت لي وتممت معنى صادقاً، لا والله مش زي هاي، صادقاً الوعدة، تممت المعنى هيك، أعطتك نفس، هان يا صادقاً، وقف لك احترامي، أوكي، فهمت يا طارق إنه هاي نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، نكرة غير شو؟ مقصودة، حس أنا فهمتك فهم صح؟ صح، حس في ناس شو بيشتغل؟ بيقول لك بيقول لك مدام في تنوين فتح حلو، وفي كلمة وراه وبعدين فاصلة، إذن هذا شبيه بالمضاف، إذا عليه التنوين فتح ومباشرة فاصلة، بتعتبر نكرة شو؟ غير مقصودة، طب ممكن يكون في أبيات شعر، إذا في أبيات شعر خلاص، في قرآن ما في فواصل صح؟ فلذلك بنكون مركزين كيف طارق علمنا نشتغل على المنادة، تمام؟ طبعا أنا قلت لكم هاي حالة خاصة، معلمات هذا بيكون ايش؟ معرب حكمه، ولكنه مضاف، حلو، طب ممتاز، لو قلنا يا معلمات، يا معلمات، لو قلنا يا معلمات، آه هانا بيكون، يا شبيه بالمضاف، يا نكرة غير مقصودة، تمام؟ إذا كسرة واحدة، بقول له هذا مضاف، طب هاي حالة خاصة، لو جمع المؤنذ السالم ينصب ويجرب الكسرة، طيب، فرقنا أستاذي بالحكم المعرب، الحمد لله أمور طيبة، تمام؟ ركزوا الآن، حالات المنادة المعرب المضافة الخاصة، حاطلكوا أنا حالات خاصة، بحيث إنكوا الآن تفهموا أكثر إذا فيه إيش حالات خاصة، طلوا علي، يا صديقي، إذا شفت المنادة، مع ضمير متصل منا هيك على طول أستاذي بعرف إنه هذا معرب حكمه ونوعه مضاف، حلو، هاي كلمة صديقنا، هاي صديق ونها على طول يا معلمنا، صح ممتاز، خلص، على طول بفهم إنه هذا شو مضاف، حلو، إذا شفت المنادة، جمع مذكر سالم، أو مثنى، حلو حلو، هاي معلمين لغة لكم، هاي دلتنو هاي جمع، هاي جمع، هاي جمع، مذكر سالم، ومعلمي كانت معلمين، كيف فهمنا؟ قلنا نقرأ، نتمحن بالجملة، نفهمها، آه والله، بس محذو فنون، حلو، حس بذكرك إنه المضاف، المضاف ما يزبط يكون ركزها، لازم يكون منصوب، صح، إذا كان مفرد بالفتح، حلو، إذا كان مثلا مثلا جمع مذكر سالم أو مثنى، بدي يكون منصوب باليا، صح، طيب، إذا كان جمع مؤنث سالم، بدي يكون منصوب بالكسرة، طيب، الآن، ليش حدفت النون؟ هو المنادة المضاف أو المضاف بشكل عام، المضاف لا يقبل لا تنوين فتح ممتاز، ولا يقبل أي تنوين أصلا، لا تنوين فتح ولا ضم والآخر، طيب، ولا يقبل نون المثنى ولا نون الجمع المذكر السالم، فحذفت، فصالت الجملة هيك يا معلمي اللغة، من منطلق هذا الكلام حطيت سؤال صوب حلو، طيب، فيما تحته خط يا معلمو اللغة، طب ما أنا شايف معلمو اللغة، يعني هذا مضاف وهذا مضاف إليه، إذا أستاذي خطأ أنت المضاف ترفعه، المضافي النصب وهذا جمع مذكر سالم، إذا لازم تكون يا معلمي إبداع، طيب، يا معلمون اللغة العربية، طيب، مش صح يا أستاذي، آه، أستاذ الله يرضى عليكم، مبينة، 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 إنه هذا جمع مذكر سالم، صح؟ وانت بتقول هذا مضاف وهذا مضاف إليه، إذا هاي خطأ، الصح يتقول لي يا معلمي اللغة العربية، نركز مليون، يرضى عليكم والأمور كلها بالسليم، طيب، يجوز، يجوز، إنك تحذف أو يكون محذوف، إذا أنت كنت تبحث يعني طيب، يجوز إنه يكون محذوف مين هو؟ الضمير الياء المتكلم، حالو، لما قلنا يا صديقي، حالو، من آخر المنادة المعرب مين المضاف، المعرب مين المضاف، أم هو المضاف الوحيد اللي بيجي معه الضمائر متصلة، يا صديقي، آآآ فهمت يا رفيقي، إلى آخر، وإبقاء الكسرة دليلنا عليها، كيف يا طارق؟ شوف، يا ربي، يا قومي، أو أيا قومي، يا ربي، عفكرة هيشدة وتحتيها كسرة، هاي الكسرة دليلا على حدث يا المتكلم، آآ يعني هذا أنت بتحكي لي كلمة ربي هي رب مضاف، حلو، والكسرة هاي، هاي اللي هي مضاف إليه، ماشي ما بيهمني، بس أنا فاهم إنه هنا المنادة مضاف، وفاهم إنه في ياء شمالها محذوفة، زي هاي، آآ يا قومي، آآ يا قومي، حلو، حذف الياء شو حط، كسرة، يعني هذا منادة آآ منادة، آآ بس هذا شماله، هذا معرب حكمه، ولكنه نوعه من المعرب مضاف، سهل، آآ ان شاء الله سهل، يلا يا جماعة بسم الله، المنادة المبني، كم إلو نوع، ولش قالوا مبني، قالوا مبني، لأنه دايما بدي يكون في ضمة، شو بدي يكون، عليه الآخر ضمة، حلو، الآن أستاذي، ضروري جدا أكون فاهم إنه إلو نوعين، يا إسم علم، يا بيكون نكرة، ولكن هذه النكرة مقصودة، حلو، طلع أحا، طلع كيف نرح نفرق بين النوعين، يا خالد استقبل الضيوف، خلص مدام إسم شخص، حلو، أو اسم مدينة، حلو، أو اسم دولة، على طول هذا إيش اسمه؟ هذا اسم علم، طبعا اثنين مبني، والنكرة المقصودة، النكرة المقصودة أنك بتنادي على الشخص بصفته، ولكن قاصد هذا الشيء، هذا الشخص قاصد أنك تناديه، فقلت له بصفته يا رجلو، إذا هذا اسم علم، بيكون حكمه، هذا الحكم، الحكم مبني شو هاي، شو هاي، شو هاد، طيب، إيش فيه؟ يوم، الحكم شو ماله يا طارق، الحكم بيكون مبني، حلو، زي ما الحكم هناك معرب ومنصوب، هنا الحكم مبني على الضم، تمام، طيب أنا اطلعت هنا يا طارق، آآ، كيف دعرف هو علم ونكرة مقصودة، يا رجل، وانت وانت بالله عليك، ركزي ركزي، الآن يا رجل يا رجل، آآ، مش اسم علم، مش اسم شخص، ممتاز، فبقول له هذا نكرة، إيش مقصودة، طبعا خاصة لما يكون عليه ضمة، حلو، ومش اسم علم، بقوله نكرة إيش مقصودة، تمام، تمام، طيب ملحوظة، إذا جاء المنادة اسم علم، إذا جاء المنادة اسم علم، مركب تركيبا إضافيا، إذا جاء المنادة اسم علم، بس مركب تركيب إضافي، إضافي، مضاف مضاف إليه، يكون المنادة مضاف، والله كعيني بعرفها، شكرا تعرفها الذكرة، أو ثبتها، يا عبد الله يدرس، آآ شكرا، هي عبد، هذا يعتبر منادة، وهذا المنادة حكم معرب، لكن والله نوعه يا طارق مضاف، يا طارق، هذا بش اسم علم، آه يا جماعة اسم علم، ولكنه مركب تركيب إضافي، كيف يعني مركب تركيب إضافي، هي اسم نكرة، وهي اسم معرف بأل، فهذا يصير مضاف، وهذا شو يصير؟ مضاف إليه، بس هيك، بس الله يرضى عليكم، نركز مليون، تمام، الآن فيه كمان يجوز حذف حذف أداة النداء، أداة النداء ممكن تنحذف، ويعرف المنادة من السياق، كيف يعرف من السياق؟ آآ، ابحث عن المخاطب، طب، إيش المخاطب؟ زائد إيش؟ يا محذوفة، أوضنا عنها بكسرة، وهذا يعتبر مضاف، يعني إبداع، آآ، هاي المنادة، فلسطين أنت الهوى والقلب، خلاص، على طول، بفهم يا طارق، أنه أنت بتحكي قصدك، يا فلسطين أنت الهوى والقلب، شكراً، إذن هان شو بتصير؟ هاي منادة اللي هي إيش؟ آآ مبني، هذا حكمه، ولكن نوعه اسم علم، إبداع لأنه اسم دولة، تمام؟ وتقول لي تمام، تمام، فيه سؤال مورك تمام، آآ، كقوله تعالى مثلا، يوسف آرض عن هذا، واستغفري لذنبك صدق الله العظيم، أستاذي، أنا خلاص ما فيه، والله يا يوسف، أنا بقدرها، أنا بقدرها، كيف بقدرها؟ يا ربي اجعلني، يا فلسطين أنت، ممتاز، أنا بتكون أداة، ممكن الأداة تكون محذوفة، كيف أعرف المنادة؟ أعرف من السياق، أعرف من إيش؟ من السياق، يعني مثلا، لو أنا مثلا بنص، مثلا، وقلت والله إيش؟ أبنائي الطلبة عليكم الاستمرار بالإجتهاد، فآخر هذا الطريق نجاح، وين المولانة؟ أبنائي، آآ، بس ما فيها دات ندائي الطريق، ما لقيت، هاي، أبنائي، قصدك تحكي يا أبنائي الطلب، أبنائي، طيب شو تعال، شو هاي، شو نوحها؟ هذا معراب حكمه، وهو مضاف، حلو حلو، حسنا، نيجي وين؟ نيجي على قصة الإعراب اللي أنت خايف منها، طلع، إذا كان مضاف حلو، حلو، أو شبيه بالحلو، شبيه بالمضاف، أنا عارف، آآ، ونكرة غير مقصودة، يعني للعموم، حلو، كيف رأي أعرف المنادة؟ نعرفه منادة هيك، منادة ثابت طبعا، منصوب، وعلامته نصبه، هون ما مقدر أحدد لك، ممكن فتحة، ممكن تنوين فتح، ممكن يا إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، ممكن أستاذي إذا كان جمع مؤنث سالم بالكسرة، حالي طبيعي، ونادة منصوب وعلامة نصب الفتح، طبعا بهذا الشكل، ممكن فتحة، ممكن يا، آآ، فاهم، إذا أنا بكمل حسب الموجود فتحة، ولا تنوين فتح يا طارق، ولا بيكون اللي هو ياء ونونو محذوف، من النون مثلا، أو بهذا الشكل، صح صح، أو بيكون جمع مؤنث سالم وتحته كسرة، ممتاز، 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 ابدأ، طيب يا طارق، افرض مثلا، بيقال لي إيش، اعرب مثلا، وكان اسم علم، حلو، وكان مثلا نكرة، وهاي النكرة مقصودة سهلة، حلو، بهذا الشكل، كيف أبدأ عرب صح؟ كيف أبدأ عرب إطاري؟ طلعوا كيف نعرب؟ بكل صراحة بنقول، منادة مبني على الضم في محلي نصب، هذا دليل قاطع، إنه المنادة هو في الأصل منصوب، سواء كان معرب ولا مبني، ركزوا كثير كويس، واللي جاي إن شاء الله بإذن الله كله خير، وشدوا حيلكم، وعلى معلم اليقين، إحنا بننفكر بالقاعدة، مش نمسك القاعدة نقعد نحفظ فيها، لا 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 لا، نفهمها، نفكر فيها، نستوعبها، نركز في القاعدة، نحل أمثل تلاشي، التدريبات الكتاب، ضروري جدا، ضروري جدا، ضروري جدا، الله يرضى عليكم، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل قادم أعظم، وأشوفكم إن شاء الله في أعلى المراتب، السلام عليكم.